السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بجمع أرقام الوحدات ثمانية زائد أربعة اثنى عشر نحتفظ ثلاثة وواحد أربعة زائد ستة عشر نحتفظ ستة زائد أربعة عشر وواحد أحد عشر احتفاظ أيضا أربعة زائد واحد خمسة زائد السبعة اثنى عشر سوف نكتبه واحد هنا نمره الآن لعملية الطرح نكتبه الحد الأول ناقص مئتاني وستة نكتبه ستة في رقم الوحدات صفر في العشرات واثنان في المئات خمسة ناقص ستة لا يمكن نضع احتفاظه وننزله خمسة عشر ناقص ستة تسعة ثلاثة ناقص واحد اثنان خمسة ناقص اثنان ثلاثة سبعة ناقص لا شيء سبعة نضرب تسعة في أرقام العامل الأول تسعة في أربعة ستة وثلاثون تسعة في ثلاثة سبعة وعشرون وثلاثة ثلاثون تسعة في خمسة خمسة واربعون وثلاثة تمانية واربعون نعود للسطر ونضرب ستة في أرقام العامل الأول أيضا ستة في أربعة أربعة وعشرون نستفض بأثنان ستة في ثلاثة تمانية عشر واثنان عشر ستة في خمسة ثلاثون واثنان اثنان وثلاثون ستة صفر زائد أربعة أربعة تمانية ستة ثلاثة نمر للسؤال الثاني أكتب الأعداد التالية بالحروف لدينا هنا فصل الوحدات البسيطة فصل الآلاف وفصل الملايين إذن أربعة في الملايين أقول أربعة ملايين وخمسمائة واربعة وخمسون ألفا واربعمائة وخمسة وعشرون بنفس الطريق نقسم العدد الثاني الفصل الأول فصل الوحدات البسيطة فصل الآلاف وفصل الملايين نقول ستة ملايين وثمانمائة واثنان وخمسون ألفا وأخيرا سبعمائة وواحدون وأربعون رتب الأعداد التالية تزايديا من اليمين إلى اليسر مقصود من اليمين إلى اليسر يعني سنرتبه من هنا الترتيب في الرياضية سيكون من اليسر من هنا نرتب الأعداد في هذا الاتجاه ونفصله بالرمز المناسب حسب نوع الترتيب إذا كان لدينا الترتيب تزايديا فنحن نرتبه ونفصله برمز أصغر هكذا نقارن هذه الأعداد ونبدأ بالعدد الأصغر هذه الأعداد كلها تحتوي على سبعة أرقام يعني لدينا ثلاث فصل سوف أقارن بدءا من اليسر لدينا اثنان في الملايين في جميع الأعداد نمر للرقم الموالي يعني مئات الآلاف لدينا تمانية تسعة ستة تمانية إذا أصغر هذه الأعداد هو هذا العدد نكتبه في البداية سأفصل برمز أصغر العدد الموالي الذي يحتوي على تمانية في مئات الآلاف تمانية تمانية أمر إلى الرقم الموالي تمانية سبعة أم تمانية ستة إذا هذا هو الثاني أكبر من هذا العدد وأخيرا مليونان وتسعمائة واثنان وتسعون ألفا وأربعمائة واثنى عشر هذا هو العدد الأكبر السؤال الرابع أحول حسب الوحدة المطلوبة كلها قياسات أطوال رسمنا جذول قياس الأطوال مئاتين وخمسة ميلي متر سأحولها إلى الدسيمتر إذا رقم الوحدات هو خمسة سأضع في هذه الوحدة الميلي متر هكذا ثم أضع صفر رقم العشرات واثنان رقم المئات سأحول إلى الدسيمتر إذا سأضع الفاصلة هنا كي يصبح رقم الوحدات في الدسيمتر إذا الاثنان فاصلة صفر خمسة واحد في الدكامتر فاصلة تسعة سأحول إلى الميلي متر يعني سأتوقف هنا سأزيل هذه الفاصلة وأملأ بالأصفر إلى أن أصل إلى الميلي متر يصبح عندي تسعة سعشرة ألف أربعون سنتيمتر فاصلة صفر ثمانية رقم الوحدات الصفر في السنتيمتر هذا الصفر هنا أربعة فاصلة صفر ثمانية ثمانية المهم أن يكون هذا الرقم رقم الوحدات في السنتيمتر أريد الدكامتر وهنا يجب أن أضع الفاصلة أزيل الفاصلة الأولى أقول صفر فاصلة صفر أربعة ألف وثمانية ثلاثمين أو أربعة وسبعون سنتيمتر أربعة في السنتيمتر أربعة هنا سبعة ثلاثة وحول إلى المتر سأضع الفاصلة هنا ويصبح ثلاثة فاصلة أربعة وسبعون صفر فاصلة ستة الصفر في الدكامتر فاصلة ستة وحول إلى الملي متر يعني أضع هنا صفرا وأزيل هذه الفاصلة يصبح القياس ستون ملي متر خمسة فاصلة ستة خمسة سنتيمتر فاصلة ستة إذا الخمسة هنا فاصلة ستة بالملي متر سأتوقف هنا وأزيل الفاصلة ستة وخمسة نمر للسؤال الخامس عبارة عن مسألة اشترى مقاول ثلاثة بقع أرضية الأولى ب ثلاثمائة واثنان وتمانون ألف درهم هذه الأولى والثانية ب خمسة وعشرين ألفاً وتمانمائة وتمانية وسبعون درهماً والثالثة بتمانية عشر ألفاً وأربعمة واثنان وخمسون درهم علماً أنه كان يتوفر على مبلغ قيمته تسعمائة وخمسون ألف درهم وحسب المبلغ المؤدى وكم بقية للأب المبلغ المؤدى هو مجموع أتمينة البقع الأرضية الثالث نجمع الأتمينة الثلاث اثنان عشرة وخمسة خمسة عشر واحد ستة عشر تمانية واثنان عشرة والاحتفاظ احد عشر واحد اثنى عشر ثلاثة زائد الاحتفاظ اربعة اذا المبلغ المؤدى هو اربعمائة وستة وعشرون الفا وثلاثمائة وثلاثون درهاما نمر الان لحساب كم بقي للأب يعني المبلغ المتبقي اذا ادى اسمينة القطع بهذا الثمن فسوف نأخذه من المبلغ الذي كان بحوزته يعني المبلغ الذي كان عنده نطرح منه الثمن اذا الباقي هو الفرق بين ما كان بحوزته والمبلغ المؤدى يعني عملية طرح سوف ننجز هنا عملية الطرح 0-00 0-3 لايمكن نحتفظ نزيل الاحتفاظ 10-3 سبعة 0-4 لايمكن الاحتفاظ ايضا مع الانزال 10-4 ستة 0 اصغر من سبعة نحتفظ ايضا من نزيل الاحتفاظ 10-7 ثلاثة 5-3 اثنان 9-4 خمسة 10-3 اثنان المبلغ المتبقي للأب هو خمسمائة وثلاثة وعشرون الفا وستمائة وسبعون درهم 10-7 بأحد العبارات التالية 10-7 زاوية منفرجة زاوية قائمة وزاوية حادة 11-7 الزاوية الأولى 11-7 زاوية قائمة 11-7 نستطيع ان نتحقق بواسطة المزوات 12-7 الزاوية الثانية زاوية منفرجة 12-8 الزاوية الثالثة زاوية حادة 12-7 زاوية منفرجة الخامجة 30-9 لأنها أكبر من الزاوية القائمة 13-9 الزاوية المستقيمة 13-9 الزاوية قائمة 17-9 عليا electoral الصغر من 90 درجة وهكذا أعزائي نكون قد أنهينا إنجاز هذا الاقتراح للمستوى الخامس أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء